موجز الأخبار من قناة المحور وبتقرير منح قصة للعملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية كما وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وكذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين ووجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لقراره بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوة ومنح خاصة وزيادة الحافظ الأضافية وكذلك زيادة المعاشات انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة التي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن العديد من التحديات والتهديدات مثل النوبات التضخمية وسعة النطاقة استلزمت تغيرات في أولويات السياسات الاقتصادية وعلى رأسها السياسة النقدية باتجاه رفع متلاحك لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم وهو ما نتج عنه تدعيات غير مواتية على النمو الاقتصادية وتمويل التنمية في العديد من الدول النامية واقتصاديات الأسواق الناشئة وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي أنه في ظل هذا الظرف الدقيق تتجسد أهمية القمة العالمية للحكومات والتي تنعقد هذا العام تحت شعار استشراف حكومات المستقبل وهتابع أن هذه القمة تأتي بهدف التحديد الدقيق لطبيعة التحديات التي تواجه حكومات اليوم والتفكير الملهم في أولويات مواجهة تلك التحديات ومن ثم التحرك نحو دورا أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لحكومات المستقبل استقبل الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الأمارات الدكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 التي تصدفها مدينة دبي وأكد رئيس الوزراء تقدير مصر العلاقات المتنامية بين البلدين وتطلع لمزيد من التعاون الصنائي لا سيما في مجال التجارة والاستثمار وكذا امتداد الشراكة الاقتصادية لتنفيذ العديد من المشروعات بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين كما أشد رئيس مجلس الوزراء بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وسمن الدعم الإماراتي الدائم لمصر مؤكدا عمق العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين وقيادتي البلدين شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة والذي يأتي في إطار خطة العنشطة البحسية للقوات المسلحة جاء ذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة ودباط القوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة ودباط القوات المسلحة وعلق لواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير الفكر العسكري والارتقاء ببرامج الإعداد والتأهيل العلمي لدارس الكلية بما يمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية على الوجه الأمثل شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان وانتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التي تعزز من الجاهزية والكفاءة القتالية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور وقدم شكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية على الجهد المبذول في الإعداد للبحث مؤكدا على أهمية مواكبة التطورات المتلاحقة في نظم الإعداد والتدريب الواقعي للفرض المقاتل وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة بما يعزز من الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التحديات الراهنة وضمان تنفيذها للمهام والمسئوليات المكلفة بها لدعم ركائز الأمن القومي المصري على كافة الأصعدة عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناع لقاء مع وفد إحدى الشركات التركية لتصنيع الزجاج لبحث خطة الشركة المستقبلية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية حيث تتخصص الشركة في تصنيع الزجاج بأنواعه بما في زالج الزجاج المنزلي وزجاج السيارات والألواح الشمسية وعشر وزير التجارة إلى أهمية استفادة الشركة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصرية والتي تشمل الموقع المتميز والسوق الاستهلاكي الكبير والارتباط بمنظومة اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة القرية الإفريقية موجها مركز تحديث الصناعة بالعمل على تزليل أي عقابات تواجه الشركة في مصر بما يسهم في زيادة أعمالها في السوق المصرية استقبل المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة لإنتاج الحربي سفير دولة البصنة والهرسق لدى مصر لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ومنها إمكانية التعاون في مجال البحث العلمي وأكد وزير الإنتاج الحربي على الدور الأساسي للوزارة والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الزخائر والأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة ترجمة نانسي قنقر